السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الصحة والجمال صبحكم الله تعالى بكل خير الحمد لله رب العالمين الحمد لله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا أين ولا مكان ولا جهة ولا حيز له سبحانه سبحانه جل ربي لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء لا يحل في شيء ولا ينحل منه شيء يا خير من دفنت في الترب أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء نفس الفداء لروض أن تساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الحبيب أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم وصاحبك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم إخوة الإيمان والإسلام يتجدد بكم اللقاء في مجلس جديد من مجالس الخيرات واليوم أحببنا أن نتحدث معكم عن أمر من الأهمية بمكان عن خلق إسلامي عظيم من الأخلاق التي تعودنا أن نختار في كل حلقة خلق إسلامي نحن في حاجة ماسة إليه واليوم أحببنا أن نتكلم معكم عن فضل الإحسان أحببنا أن نتكلم عن فضل الإحسان حيث قال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ويقول ربنا سبحانه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ورد عنه قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتله وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته حقا إنه مثال لا يخطر على البال إذا كان الواحد في أمر الذبح الإسلام أمره أن يحد شفرته وأن يلتزم بتعاليم الإسلام ويريح الذبيحت ونحو ذلك فكيف هذا الذي يكون حاله كيف تكون معاملته مع الناس إذا كانت هذه معاملته مع الحيوان والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائد هو القدوة هو المعلم صلوات ربي وتسليماته عليه هو الذي علمنا ذلك حيث كان من أخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه كان من خلقه صلى الله عليه وسلم كانت إذا أتت الهرة إليه الهرة القطة إذا جاءت إليه عليه الصلاة والسلام كان يدني لها الجفنة بيديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم ويفعل ذلك مع كل هرة تأتي إليه ويفعل ذلك مع كل هرة تأتي إليه فالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق الحسن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الأخلاق العليا محمد صلوات ربي وتسليماته عليه صاحب الأخلاق العليا صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نسير على نهجه علينا أن نتبع سيرته علينا أن نتعلم من صفاته صلى الله عليه وسلم ونتمثلها ونسير عليها لتكون لنا لتكون لنا نهج حياة نسير عليه صلى الله عليه وسلم فأيها الأحبة معنا اتصال وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله ابعد شوي عن التلفزيون يا عم شعبان فأيها الأحبة إن الإسلام دين عظيم الإسلام دين عظيم شرع الله تعالى لنا فيه ما فيه صلاحنا في الدنيا وفلاحنا في الآخرة ورضي لنا هذا الدين الحنيف كما قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا وكما بينا قبل ذلك الإسلام هو دين جميع الأنبياء يعني كل الأنبياء اتفقوا في أصل واحد ألا وهو العقيدة الإسلامية كلهم جاءوا بلا إله إلا الله والاختلاف فيما بينهم الاختلاف في الشرائع كما ورض في الحديث الأنبياء إخوة لعلات والإخوة لعلات هم الإخوة من أب واحد وأمهات مختلفة الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وهو الإسلام وأمهاتهم شتى أي وشرائعهم مختلفة ورضي الله لنا هذا الدين الحنيف قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا الذي مهما حاول هذا الدين الحنيف الذي مهما حاول أعداؤه أن ينالوا منهم ويكيدوا له ولأهله ويشيعوا الأباطيل والإفتراءات فإنهم ولا شك عاجزون عن أن يجدوا فيه نقصا أو عيبا لأنه دين كامل فدين الإسلام كامل لا نقص ولا عيب فيه والرسول صلى الله عليه وسلم أعطى اهتماما كبيرا لتنظيم العلاقات الاجتماعية بين المسلمين بل بين الناس النبي صلى الله عليه وسلم أعطى اهتماما كبيرا لهذا الأمر لتنظيم العلاقات لذلك نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حض عليه الصلاة والسلام حض على بر الوالدين وطاعتهما وعلى صلة الرحم وعيادة المريض في حين نجد في المجتمعات البعيدة كل البعد عن الإسلام وعن العمل بتعاليمه نجد فيها التفكك الحاصل بين أفراد العائلة الواحدة نجد التفكك الحاصل بين أفراد العائلة الواحدة نجدهم متفككين غير مترابطين لا نجد عندهم الألفة والتواد والتراحم والعطف والرحمة والإحسان الذي يكون بين من يتبع تعاليم الإسلام كاملة فمثلا نجد أن الفتاة إذا بلغت سنا معين في مثل هذه المجتمعات خرجت عن طاعة والديها معنا اتصال أيها السلام عليكم الشيء وعليكم السلام ورحمة الله لو سمعت يا شيخ ايه فضل ان انا يعني على طول انا بستغفر ربنا وبصل على سيدنا محمد على طول بانتظام وعايز أبعد الشيطان عن سكتي فالشيطان مؤثر عليه في حاجات كتير نعم يعني ان انت تعبانة ان انت مش ان انت يعني وهمنا على ظهر ان انا تعبانة واروح للدكاتر يقول انت مش تعبانة انت عنك حاجات من الوسوباس ايه الآيات القرآنية انت بعد عن الوسوباس اترك من انا بصلي ومتابع الصلاة يعني طيب حاضر ان شاء الله فيه سؤال تاني شكرا اولا الانسان النبي عليه الصلاة والسلام علمنا انه الانسان كيف يحصن نفسه الشيطان يأتي الشيطان يأتي الى الانسان فيوسوس له احيانا يدخل له من طريق العبادة احيانا يدخل له من طريق المعصية احيانا يدخل له من طريق كذا من طريق كذا من طريق سوء الظن الى غير ذلك فالواحد عليه ان يحصن نفسه فالواحد اذا حافظ على طاعته لمولاه حافظ على الصلوات في اوقاتها حافظ على ان يكون طاهرا اغلب الوقت نظيفا طاهرا على طهارة كاملة ودائما يشغل نفسه بالاستغفار والصلاة على النبي كما ذكرت دائما إنسان يشغل نفسه بالاستغفار بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيها ما فيها من الخير العظيم كذلك أيضا يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فالنبي عليه الصلاة والسلام قد قال عنها إنها كنز من كنوز الجنة كنز من تحت العرش وورض في حديث في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله يعني تنفع لتسعة وتسعين داء أقل هذه الأدواء الهم أقل هذه الأدواء الهم ومن منا لا يشتكي من الهموم في هذه الأيام أقل هذه الأدواء الهم فالواحد يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله وأقل الكثير أن يقول في اليوم مثلا ثلاثمائة مرة لا حول ولا قوة إلا بالله وأن يكثر من قول الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله ربي لا أشرك به شيئا فهذه لها فضل عظيم وكذلك أقل الكثير أن يقول في اليوم ثلاثمائة مرة ولا يتبع دائما يخالف شيطانه دائما يخالف هواء فإن في ذلك الفلاح وفي ذلك النجاح بإذن الله سبحانه وتعالى فنعود إلى ما كنا نتكلم عليه لو نظرنا إلى تعليم الإسلام لو اتبعناها اتباعا كاملا نجد أن هذه التعاليم فيها ما فيها من الترابط الأسري فيها ما فيها من التآلف والتحاب فإذا التزمنا بها كان لنا الفوز والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة وإذا تخلينا عنها نصل إلى ما وصلنا إليه من التشرذم من التباغض والتنافر إلى غير ذلك فقلنا إذا نظرنا إلى المجتمعات التي لا تعمل بتعاليم الإسلام نجد عندهم من التفكك الأسري ما عندهم فمثلا نجد عندهم أن البنت إذا وصلت إلى سن معينة تترك بيت أهلها تترك أمها تترك والدها وتمشي على هواها وكذلك يفعل الشباب ونجد الأخ لا يعرف أخاه والولد لا يعرف عنه شيء والزوجة تتخذ لنفسها العشاق والعياذ بالله تعالى وكذلك الزوج يتخذ لنفسه العشيقات لماذا؟ لأنه لا توجد أسس لا توجد أسس لا توجد أسس يسير الإنسان عليها ويلتزم بها كما أمر الإسلام فكل ذلك يؤدي إلى أي شيء يؤدي إلى تمزق الأسرة وسيؤدي بحسب العادة إلى تمزق المجتمع لماذا؟ لأن الأسرة هي الا من الأولى في المجتمع فإذا حصل فيها التفكك إذا حصل فيها التنافر إذا حصل فيها التباغض بالتالي سيعود ذلك على المجتمع فيخرج لهذا المجتمع أناس غير أسوياء عندهم أمراض نفسية وعندهم شيء في الخلق فينعاكس ذلك على المجتمع مما يؤدي إلى تمزق المجتمع وتفكك الدول فضلا عن عذاب الآخرة لمن لم يتب إلى الله وكل هذا بسبب البعد عن تعاليم نبي الهدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لذلك نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حض أمته على المبادرة إلى الخيرات والمسارعة إلى الطاعات وعلى قضاء حوائج الناس نرى النبي عليه الصلاة والسلام حض أمته إلى المبادرة إلى الإسراع وفعل الخير إلى المبادرة إلى الخيرات والمسارعة إلى الطاعات وحضنا على قضاء حوائج الناس فقال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة بادروا بالأعمال الصالحة الواحد منا لا يدري متى يأتيه أجله الواحد منا إذا كان اليوم عليه أن يغتنم الوقت عليه أن يغتنم الوقت عليه أن يغتنم الفرصة اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك يعني وأنت شاب تستطيع أن تعمل أعمالا كثيرة لا تستطيع أن تعملها في مرحلة الشيخوخة اغتنم شبابك قبل هرمك وحياتك قبل موتك الإنسان يغتنم فرصة الحياة وهو لا يدري لا يعرف متى يأتيه الأجل متى يحين الأجل فالواحد يبادر يسارع إلى فعل الخيرات والمبرات ولا يتقاعس يعني لا يتبع الشيطان بحيث أنه يبعده عن فعل الخيرات ولا يتبع هواه ولا يتبع نفسه لا يتبع هواه لأن من اتبع الهوى هوا لذلك ورد نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وقال بعضهم إن الشباب والفراغ والجدى مفسدة للمرء أي مفسدة معنا اتصال أهلا وعليكم السلام ورحمة الله أنا عندي حضرتك عندي سؤالي عام الشيخ ممكن تبدع عن التلفزيون شوية حاج شعبان حاضر أوضي الصوت حاضر الشيخ حاضر أنا عندي حضرتك المدام ده الجامعة مع سلفتها تحت ومش مش عارف هتواصل ما بينهم يعني أعراضي دي والله أعراضي دي مش مش عارف هتواصل ما بينهم مش يخ هي وسلفتها آه هي وسلفتها مرض أخوية بس مش عارف هتراضي طيب ما شام شعبان ده يا أخواننا للنسة كنا بنتكلم عنه إنه بسبب بعدنا عن تعاليم الإسلام وبسبب بعدنا عن الأوامر التي أمرنا الله بها وعلى الأشياء التي وردت في الشرع بسبب بعدنا عن هذه الأوامر يعني يحصل مثل هذه الأمور إذا يعني هذه الإمرأة نقول لها إنه النبي عليه الصلاة والسلام أوصى على الجار النبي أوصى على الجار حتى قال عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصين بالجار حتى ظننت أنه سيورثه يعني من كثرة وصية بالجار يعني حتى ظن النبي أن هذا الجار سيدخل في الإرث بعد ذلك يعني ينبغي هذا لبيان لبيان عظيم حق الجار فالواحد يعني أنت يا أختي أنت يا أختي هذه ليست جاراتك فقط هذه بينكم صلة رحم بينكم ينبغي أن تكون هناك بينكم مودة وألفة ورحمة والواحد مننا الواحد مننا ينبغي عليه يعني أن لا يتبع هوى نفسه لأن من اتبع الهوى هوى الواحد لا يتبع هوى النفس بل الإنسان عليه أن يقهر نفسه الواحد مننا الشيطان يأتي إليك ونفسك تتعاظم الشيطان يقول لك هي تقول عنك كذا وكذا وكثير لو نظرنا كثير من الأمور كثير من الأمور تقوم أيها الأحبة تقوم على سوء الظن كثير من الأمور تقوم على سوء الظن بسبب أن هذا يظن في أخيه ظنا سيئا وهذا يظن في أخيه ظنا سيئا بل ينبغي أن تكون الأمور على خلاف هذا ينبغي أن يكون عندنا حسن ظن ببعضنا كل منا يحسن ظن بأخيه وإذا سمع كلمة من أخيه يجد لها في الخير مسلكا فليحملها على هذا المسلك لا يكون عندنا سوء الظلم ببعضنا فهذا يسيء ظن بأخيه وهذا يسيء ظن بأخيه لا الأمر ينبغي أن يكون بخلاف ذلك ينبغي أن نعمل بما أمرنا الله وأن نسير على نهج النبي عليه الصلاة والسلام حتى تحصل الألفة والمودة والمحبة وأن نحسن إلى بعضنا في المعاملة يعني نعود كل الأمور نجدها أنها مرتبطة ببعضها نحسن إلى بعض في المعاملة ومعنا اتصال اتفضلي يا مؤين أهلو أهلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بقولك يا عم الشيخ أنا بقرب يا عم الشيخ الله يفرج عنك ما أهمك وأغمك الله يفرج كربك وأهلو الخير يا لك تغطوا معي أتفضلهم خيص على الثلاث بنات لا يضعوا أنا الزوج يقمنين بعض الصرور حاضر يا حقا حاضر إن شاء الله الله يفرج عنكم ما أهمكم وأغمكم شكرا ويعني مثلا مثل هذه الحالة نحن اخترنا أمر الإحسان لماذا؟ لأن تعرفون في هذه الأيام يعني في فصل الشتاء ووردتنا بعض الحالات يعني بعض الناس يعني ممن تسببت الأمطار في فساد بيوتهم ونحو ذلك ينبغي على أهل الفضل والإحسان ينبغي على أهل الغنى ينبغي على من كان ميسور الحال ينبغي عليه أن ينظر إلى مثل هؤلاء الفقراء والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فأنت إذا ساعدت غيرك لله إذا أحسنت إلى غيرك لله سبحانه وتعالى أعنته على ذلك الله سبحانه وتعالى يجازيك على ذلك خيرا في الدنيا قبل الآخرة يجازيك على ذلك خيرا في الدنيا قبل الآخرة الواحد لا يكن عنده الشح والبخل الواحد لا يبخل بما أعطاه الله كثير من الناس اليوم يعني صاروا يبخلون بالأشياء التي فرضت عليهم كالزكاة ونحو ذلك لا أتكلم عن الصدقات عن الشيء الزائد لا كثير من الناس صاروا يبخلون يعني صار عندهم شح لا يخرجون الشيء الواجب عليهم أن يخرجوه بل ينبغي أن نكون غير ذلك ينبغي أن يكون عندنا إحسان ينبغي أن يكون عندنا إحسان والإحسان كما ذكرنا الإحسان هو الإتيان بالمطلوب شرعا على وجه حسن الإتيان بالمطلوب شرعا على وجه حسن على وجه يحبه الله سبحانه وتعالى وقيل هو بذل المعروف لعباد الله وقيل هو بذل المعروف لعباد الله من قول أو فعل أو مال أو جاه والإحسان ضد الإساءة الإحسان ضد الإساءة وهو فعل ما هو حسن وجميل وترك ما هو سيء وقبيح وحقيقة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أن يكون عندك يقيم بالله سبحانه وتعالى أن الله مطلع عليك أن الله لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى فإذا علمت ذلك وتيقنت ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية وأن الله مطلع عليك في كل أحوالك وأفعالك فإنك عند ذلك تحسن فإنك عند ذلك تحسن في قولك وفعلك وعملك تحسن في كل شيء تحسن في كل شيء فالإحسان هو مقام رفيع وهو غاية مراد الطالبين الإحسان مقام رفيع وهو غاية مراد الطالبين ومنتهى قصد السالكين فهو خلق جميل وهو دليل على النبل واعتراف بالفضل وعرفان بالجميل وقيام بالواجب واحترام للمنعم ينبئ عن الصفاء وينطق بالوفاء ويترجم عن السخاء بالإحسان يشترى الحب ويخطب الود وتكسب النفوس ويهيمن على القلوب الإحسان عطاء بلا حدود وبذل بلا تردد وإكرام لا يلحقه من أو أذى وإكرام لا يلحقه من أو أذى فالواحد منا عليه أن ينتبه إلى ذلك كما قلنا كما ورد في الحديث بادروا بالأعمال الصالحة وكما قلنا إن الشباب ورد في الحديث اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هيرامك وحياتك قبل موتك وصحتك قبل مرضك في حال الصحة تستطيع أن تفعل ما لا تستطيع أن تفعله في حال المرض وصحتك قبل مرضك لذلك قالوا إن الشباب والفراغ والجداء الشباب يعني مرحلة الشباب لذلك كان ورد في الحديث أن الشاب الذي ينشأ في طاعة الله عز وجل على طاعة مولاه هذا الشاب يكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة لماذا؟ لأنه يكبح شهوات يكبح يعني يمسك نفسه في مرحلة الشباب عادة الواحد يعني يسرع إلى الشهوات والمعاصي ونحو ذلك فهذا الشاب يعني يكبح جماح نفسه يعني يمسك نفسه يخالف هواه ويخالف نفسه فلذلك كان له هذا الفضل أنه يكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة وشاب نشأ في طاعة الله عز وجل إن الشباب والفراغ يعني وقت الفراغ كثير من الناس نراهم ماذا يقولون يعني أنا أريد أن أضيع الوقت يا أخي الوقت يعني كما قالوا الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك الوقت كالذهب إن لم تنفقه في طاعة الله عليك ذهب خسرته الوقت كالذهب إن لم تنفقه في طاعة الله عليك الذهب لا تستفيد منه فالواحد عليه أن يتق الله عز وجل إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسدة الجده يعني أي الغنى المفرط الغنى الذي لا يستفاد منه في الخير هذه كلها أسباب لمفسدة الإنسان لذلك قال عليه الصلاة والسلام من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة الله أكبر يعني كرب الدنيا بالنسبة لكرب الآخرة كلا شيء من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستراه الله في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستراه الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أي وذكرهم الله في الملأ الأعلى العندية هنا هي عندية التشريف عنديت التشريف وليس معناها أن الله له مكان ومعه بعض الأناس لا حاش لله الله ليس كمثله شيء قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ومن بطأ به عمله لا يسرع به نسبه فلذلك يا أحبابنا حري بنا أن نلتزم بكلام النبي عليه الصلاة والسلام ومعنا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله فعد إذن حضرتك السيخ فضلي أنا عند إبني عايز يخرج على طول ممكن يكون جندي ومالقهوش وقت العجل ورحمة بالقهوش كسر حتى الحديد يمفيد منه تمام فمش عادي أعمل معي سيسي يعني دولك يا شيخ أنا ممكن أكون مراضة في أي حتة وضط ما لقلت شئباني ما أنت مطلوب طيب إحنا هردى هنقولك إن شاء الله لعله تجدي ما يفيدك إن شاء الله في سؤال تاني شكرا الإنسان ينبغي عليه أن يتعلم يعني كيف يسايس الأمور الواحد عليه أن يتعلم كيف يسايس ولده كيف يربيه كيف يعلمه دائما يحذره ينبهه مثلا مثل هذه الحالة يعني عليها أن تنظر يعني تنظر إلى الولد أحيانا بعض الأولاد لا يأتي بالصراخ وأنه تزعائله وتسرخ عليه وكذا بالعكس يعني يعمل خلاف ذلك وأحيانا بعض الولاد ممكن بالكلمة الطيبة أو أظهرت له أنك يعني غاضبة منه ونحو ذلك أو أنك زعلان منه ولا كذا أحيانا الولد ينتبه فلا يفعل شيء يغضبك أو يكون سببا في غضبك عليه يعني الإنسان كل واحد يعرف ولده فالواحد ينظر ليس دائما بالضحك و يحتاج أحيانا يحتاج الأمر إلى شيء من الحزم والحزم ليس في كل الأحيان كذلك يحتاج إلى شيء من اللين يعني كما ورد في الحديث لا تكون لينا فتعصر ولا صلبا فتكسر الواحد ينبغي أن يكون وسطا بين الإفراط والتفريط فلا يكون شديدا عبوسا يعني إذا حضر كل شيء يعني يحصل لخبطة في البيت لا الواحد ينبغي أن ينظر في كل موقف على حدة فينبهه فأنت نبهيه انظري له قولي له لو حصل كذا ولو ذهبت إلى هذا المكان أو فعلت كذا أو تركتني ممكن يفعل بك كذا وكذا أو يأتي من يأخذك أو يضرك ونحو ذلك فأنت انظري كيف تعاملين ولدك يعني إن كان يحتاج إلى شيء من الشدة فاشددي عليه في الوقت الذي تنفع فيه الشدة وإن كان يحتاج إلى شيء من اللين فليني معه في الوقت الذي ينفع فيه اللين فالشدة لا تنفع في كل الأحيان واللين لا ينفع في كل الأحيان فكما قلنا أيها الأحبة علينا أن نلتزم بكلام النبي عليه الصلاة والسلام فنزور المرضى وننفس كربات المكروبين وأن نيسر على المعصورين وأن نقضي حوائج المحتاجين ونمد يد المعونة والنجدة للمنكوبين أليس فينا المحروم والمسكين والمعدم واليتيم أوليس فينا الغني والموسر ومن يقدر على سد ضرورات المحتاجين زيارتك لأخيك المريض مثلا هذا مثال بسيط زيارتك لأخيك المريض تخفف من آلامه وتساعده على الصبر وتفقد أخيك المهموم يزيل عنه شيئا من همومه وأحزانه وإغاثتك أخاك الملهوف أو المحتاج تدخل الفرحة إلى قلبه وتساعده على طاعة مولاه ومن جملة هذه الخيرات التي رغب بها الدين وحث عليها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عيادة المريض عيادة المريض لما تترك من أثر عظيم في نفس المريض وبين ما فيه وبين ما في هذه العيادة يعني الزيارة من الثواب العظيم فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الحاكم في المستدرك ما من رجل يعود مريضا يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يصبح وكان له مخرفة في الجنة أي بستان ومن خرج مصبحا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يمسي وكان له مخرفة في الجنة معنا اتصال أهلا بك ربنا يباريك لك أنا أقولك لك على ظروف وعلى حاضر يا حج حاضر هنبين إن شاء الله إذا في أي حد من الميسورين يستطيع أن يساعد إن شاء الله من خليط وصل معاك بإذن الله بارك الله فيك شكرا فيا أيها الأحبة من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة هذه الأخت يعني عندها يعني كلمتني خلال الأسبوع الماضي وتحتاج إلى من يعينها هي وأولادها تحتاج إلى من يساعدها فمن كان من أهل الفضل وأهل الشهامة والمروءة واستطاع أن يعينها واستطاع يعني أن يفرج كربها وأن يسددينها ويستر أبناءها فليتواصل معنا حتى نعطيه يعني كل التفاصيل التي يستطيع أن يعينها بذلك ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وكل كربات الدنيا لا تساوي كربة واحدة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فهذا الحديث الذي ذكرناه ما من رجل يعود مريضا ممسيا يعني في المساء إلا خرج معه سبعون ألف ملك لما نقول الصباح والمساء الصباح يحسب من وقت دخول الفجر والمساء يحسب من وقت دخول المغرب يعني من بعد غروب الشمس فإذا الإنسان أسرع وبكر فزار أخاه في الصباح يعني كل ما كان أبكر يعني بما يتناسب معه ومع ظروفه ومع ظروف المريض كل ما كان أبكر كل ما كان هذا أفضل لماذا؟ لأن الملائكة تخرج معه والملائكة تبقى معه وتستغفر له فكل ما كان الوقت أطول في الاستغفار وهذا خير عظيم الملائكة كلهم أولياء الله الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الملائكة كلهم أولياء الله فعلى الواحد منا ألا يترك هذا الخير العظيم ألا يترك هذا الخير العظيم نبينا صلى الله عليه وسلم دعا إلى التضامني والتآلف والتواد فالمسلم الذي يعود مريضا مسلما ممسيا أي في المساء وهو ما بعد غروب الشمس يخرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يصبح يعني إلى الفجر ويكون له مخرفة أي بستان في الجنة ومن خرج لزيارة مريض صباحا يخرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يمسي يعني من الصباح إلى المساء إلى وقت المغرب فلذلك الإنسان عليه أن يسرع عليه أن يسرع لأن الملائكة تخرج معه وتستغفر وقت عيادته لهذا المريض وتستغفر له تدعو له بخير والملائكة دعاؤهم مستجاب وكذلك مما يكسبه المسلم بعيادة أخيه المريض أن الله تبارك وتعالى يجعل له بستانا في الجنة وتكون له مخرفة أي بستان يجعل له بستانا في الجنة والبستان في الجنة خير من الدنيا خير من الدنيا وما فيها فما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب إلا وساقها من ذهب وثمارها غير مقطوعة يعني الواحد إذا أخذ إذا قطع الثمرة من هذه الشجرة الله ينبت مكانها في الحال غيرها بقدرة الله سبحانه وتعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة إلى أبد الآبدين فكذلك أيضا ثمار الجنة لا يقاص بطعم ثمار الدنيا وكذلك الرائحة لا نسبة بينها وبين رائحة الفواكه في الدنيا الأمر مختلف وإن كان اتفاق في الرضو ولكن النبي وصف الجنة فقال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني يعني الإنسان لا يستطيع أن يصفها من شدة حسنها وجمالها الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الله أعد فيها للمؤمنين نعيم لا يزول ولا يتغير ولا يتبدل الجنة ليس فيها هم ولا نكد ولا تعب فالواحد مننا عليه أن يسرع عليه أن يسرع في هذه الطاعات فبهذه الحسنة أي عيادة المريض المسلم يعطي الله سبحانه وتعالى المسلم الذي عاد أخاه المريضة هذا الثواب العظيم لكن بشرط أن تكون نيته خالصة لله وهذا الشرط ينبغي أن يكون في كل الأعمال في كل شيء تعمله ينبغي أن تخلص فيه النية لله كما ورد في الحديث قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمعناه من أراد أن يحصر على الثواب لا بد وأن يستحضر النية الصالحة أن يخلص نيته لله لا تكن زيارتك للمريض مثلا تقول لأنه هذا الإنسان يعني صاحب منصب أو جاه فإذا أنا زرته وزرته كثيرا فبعد ذلك بعد أن يشفى لعله ينظر إلي لعله يضعني في مكان ما أو لعله مثلا يوظفني في مكان ما أو لعله يساعدني بالمال أو لعله ذلك كل هذه النيات ليست خالصة لله بل لا يكون لك ثواب إذا كانت هذه نيتك يعني إذا الإنسان عمل العمل ونوى به لم يقصد به وجه الله يعني لم يقصد به الثواب من الله سبحانه وتعالى ولم تكن نيته خالصة لله بل كان في نيته أمر آخر أراد أن يأخذ أن يحصل على مال أو منصب أو جاه أو غير ذلك فعمل ذلك العمل فهذا الإنسان لا يكون له فيه ثواب بل تكون عليه معصية وهي معصية الرياء وهي العمل من أجل محمدة الناس من أجل أن يمدحوه من أجل أن يثنوا عليه بالخير فالإنسان عليه أن ينتبه لذلك عليه أن يتوب إلى الله إن كان قد وقع في هذه المعصية لأن هذه المعصية من الكبائر أعاذن الله سبحانه وتعالى منها ألا وهي معصية الرياء لذلك شبهها النبي صلى الله عليه وسلم شبهها بالشرك الأصغر فقال اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر في رواية فإنه الشرك الخفي يعني هذا لعظم ذنبه هذا لعظم ذنبه معنا اتصال أبو السلام عليكم خبات الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيكم أحسن الله إليكم أتفضلي حضرتك حضرتك في بعض الأشخاص نعم يكون الإنسان هو اللي بيخلص أعماله أعمال نفسه يعني عارض إيه المعارضة طيب حاضر إن شاء الله في سؤال تاني بارك الله فيك بارك الله فيكم شكرا للإجابة على هذا السؤال هذا السؤال يعني كثير من الناس أو يعني هذه عقيدة باطلة وكان لها أسس عند بعض الفرق في الماضي وماذا يقولون يقولون أن العبد هو يخلق فعله أو بعض نفسه أنا اللي بخلق أنا اللي بخلق أعمالي لا أو بعض نفسه يقولوا الإنسان يعني أو بعض نفسه يقولوا الخير بخلق الله والشر بخلق الإنسان لا كل شيء بخلق الله قال الله تعالى قل الله خالق كل شيء قل الله خالق كل شيء وقال تعالى وخلق كل شيء وخلق كل شيء فكل شيء في الوجود سواء كان خير أو شر سواء كان إسلام أو إسلام وإيمان أو كفر ومعصية كل شيء بخلق الله سبحانه وتعالى ولكن الخير بمحبة الله ورضاه الله أمر به عباده الخير هو بخلق الله وبمحبته ورضاه وأمر به عباده وأحبه منهم ورضيه منهم قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينة وكذلك الشر هو بخلق الله قال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق يعني الشر بخلق الله سبحانه وتعالى ولكن ليس بمحبته ولا برضاه يعني معناه الله لا يحب فعل الشر من عباده الله لا يرضى منهم فعل الشر كما قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر الله لا يرضى الشر من عباده ولم يأمرهم به بل نهاهم عنه هذا هو الفرق الخير بمحبته ورضاه والشر ليس بمحبته ولا برضاه وكل بخلق الله الله خلق الخير وخلق الشر وخلق المتضادات دليل على كمال قدرة الله خلق الخير وخلق الشر خلق الكفر وخلق الإيمان دليل خلق هذه الأشياء المتضادة دليل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى دليل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى فالإنسان ينتبه من هذه العقيدة الفاسدة لأن كثير سمعنا بعض الأشخاص على الفضائيات ونحو ذلك بعضهم يقول الشر ليس بخلق الله أنا أخلقه لا والعياذ بالله كل بخلق الله ما من حركة ولا سكون إلا بإذن الله تكون الخير والشر بخلق الله الله خلق الإنسان وأعمال الإنسان خلق الإنسان وأعماله الإختيارية وأعماله غير الإختيارية يعني الشيء الذي باضطرارك يحصل كحركة رمش العين أو كدقات القلب أو أحيانا القشعرية التي تأتي في البدن بدون إرادة من الإنسان هذه بخلق الله وكذلك أعماله الإختيارية مثلا كأن يحرك يده هذه باختياره هي أيضا بخلق الله سبحانه وتعالى لأن في بعض الناس ماذا يقولون أو بعض الفرق في الماضي كانوا يقولون الأعمال غير الإختيارية أو ما يقال عنها الأعمال الإضطرارية يعني التي لا دخل الإنسان فيها يقولون هي بخلق الله ويقولون الأعمال الإختيارية هي بخلق الإنسان الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في القرآن أن الإنسان وأعماله الإختيارية وغير الإختيارية هي بخلقه سبحانه وتعالى وهذا من عقيدة المسلم ينبغي أن يعتقد ذلك في قلبه اعتقادا لا شك فيه لا يخالطه أي شك فلذلك قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له قل إن صلاتي ونسكي الصلاة هي فريضة من الله ولكنها أعمال اختيارية والنسك وهو ما يذبح في الحج كذلك أعمال اختيارية قل إن صلاتي ونسكي أعمال اختيارية ومحياي ومماتي الحياة والموت أعمال اضطرارية أعمال غير اختيارية فحياتك ولادتك ليست باختيارك وموتك ليست باختيارك الله بيّن ذلك فقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله أي ملك لله خلق لله سبحانه وتعالى فالإنسان لا يوصف بأنه يخلق فعله الإنسان لا يوصف بالخلق إنما يوصف بالاكتساب كما قال الله تعالى لنبيه وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَمَا رَمَيْتَ هَذَا نَفْيٌ لِلرَّمِ إِذْ رَمَيْتَ إِثْبَاتٌ لِلرَّمِ فكيف يجتمع إثبات ونفي قال العلماء وَمَا رَمَيْتَ أي خلقا وإيجادا أنت ما خلقت فعلا رمي يا محمد إذ رميت يعني ولكنك اكتسبت يعني وجهت قصدك وإرادتك نحو العمل عند ذلك يظهره الله عند ذلك يظهره الله من العدم إلى الوجود وَمَا رَمَيْتَ أي خلقا وإيجادا إذ رميت أي اكتسابا ولكن الله رمى أي ولكن الله هو خالق فعل الرمي سبحانه وتعالى فليس للعبد من ذلك إلا الكسب والكسب هو توجيه العبد قصده وإرادته نحو الشيء فعند ذلك يخلقه الله أي يظهره الله من العدم إلى الوجود وعلى هذا يحاسب العبد كما قال الله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لها ما كسبت أي لها جزاء ما اكتسبته من الخير وعليها ما اكتسبت أي عليها وبال ما اكتسبته من السوء والشر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا عقيدتنا فنعود أيها الأحبة إلى ما كنا فيه قلنا يعني من الأشياء التي حث عليها الإسلام عيادة المريض وهذه فيها ما فيها من الخير وقد تكاثرت النصوص بهذا المعنى يعني كحديث إنما يرحم الله من عباده الرحماء إنما يرحم الله من عباده الرحماء وحديث إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا يعني بعض الناس عندهم شهوة يتلذذ بالإفساد بين الناس يتلذذ بتعذيم الناس وإيذائهم الإنسان عليه أن يتق الله عز وجل الإنسان عليه أن يكون رحيما بعباد الله كما ورضى في الحديث ومعنا اتصال قلنا إنما يرحم الله من عباده الرحماء ورضى في الحديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وهنا ينبغي أن ننبه لبيان معنى هذا الحديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء فليس المقصود بيرحمكم من في السماء ليس المقصود به يعني ليس المقصود هنا أن الله عز وجل له مكان أو أنه يسكن السماء سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى منزه ليس كمثله شيء لا يسكن مكانا لأنه ليس جسما لا يحده مكان ولا يجري عليه زمان سبحانه وتعالى فمعنى الحديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء فالمقصود به هنا أي الملائكة الذين يرحمون عباد الله لأنه ورد في حديث آخر ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء والله لا يقال عنه أهل سبحانه وتعالى أما أهل السماء فهم الملائكة يرحمون عباد الله الذين يرحمون عباد الله الذين يرحمون عباد الله في الأرض فإنما يرحم الله من عباده الرحماء معنا اتصال وكذلك أيضا قبل يعني لأنه آزفنا الوقت ورد في الحديث أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بيّن أن الله يوحي إلى عبده يوم القيامة يقول يا عبدي مردت فلم تعدني لأن هذا الحديث ينبغي بيانه يقول يا عبدي مردت فلم تعودني فيقول العبد كيف أعودك يا رب أنت رب العالمين يوحي الله إلى عبده يقول أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعوده أما علمت أنك لو عدته لو زرته لوجدتني عنده معنى لوجدتني عنده وهذا فيه ما فيه من المجاز ومعنى لوجدتني عنده يعني لوجدت رحمتي عنده لوجدت ثواب ذلك عندي يوم القيامة نسأل الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه أن يجعلنا من المتحابين وأن يجعلنا من المحسنين وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يجعلنا جميعا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ونختم لقاءنا معكم يعني في هذا اليوم المبارك وانتظرونا إن شاء الله تعالى في الأحد القادم مع خلق يعني مع خلق آخر من أخلاق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته